هفضل دايما عندي رأيي ان ما فيش وجه مقارنة ما بين المعجنات اللي بتتعمل في البيت واللي بتشتريها من برا وان فعلا المثل اللي بيقول البيت اللي من غير دقيق حاله يديق المثل ده حقيق 100% يعني يوم ما تغلبي في الاكل هتطلعي كيلو الدقيق تعملي شوية معجنات تحفة تتغدوا بيها تتعاشوا بيها النهار ده بقى هقولك ازاي تعملي الكروسون والبتيب عجينة وهمية العجينة اللي ما باستغناش عنها ابدا هشة وقطنية مستحيل تقرنيها اصلا ببتاعة المخابز وهنعملها مورقة بدون بقى لف وتطبيق وحركات والكلام الفضي ده كله ما شاء الله المعجنات شكلها خطير جدا بيوصف نفسها ومش محتاجة مجد فيها كتير يلا بينا نشوفها نعملها ازاي بس من فضلكم ياريت ترفعوا الفيديو بلايك وتعملوا شير علشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين اول حاجة عندي كيلو دقيق متعدد الاغراض اي دقيق تقدر تستخدميه الديه السيب هينفع الديه اللي في الكياس هينفع يعني مش هتفرق ابدا نوع الديق اهم حاجة يكون متعدد الاغراض بنخل الديق كويس وضروري جدا يا بنات تنخلوا الديق في الوقت ده لان الجو حار جدا وممكن يكون فيه سوس وانت باش واخدين بالك بعد كده بحط عليه نص معلقة ملح صغيرة 3 معالي كبار لبن بودرة اللبن البودرة اختياري بس بيدي هشاشة حلوة جدا لمعجنات ممكن تشليه وتعجيني بلبن او بزبادي زي ما تحبي او بلبن رايب ولو مش متاح خالص ممكن تعجيني بمية ما فيش اي مشكل بقلبهم واشلهم على جانب وجبت كوبايتين وربع من المية المية من حنفية لان الجو حار جدا حطيت عليهم الكس من الخميرة الفورية وزنه 11 جرام 3 معالي كبار مليانين من السكر وما تقليلش السكر عن كده لان اللي هيدي اللون الحلو المحمر للمعجنات هو السكر فلو قللت السكر هتفضل المعجنات فترة طويلة في الفرن وبالتالي هتنشف ومشاطة حمر كويس ببتدي ان انا اقلب كويس جدا يضيق مع المية لحد ما يبدأ يتشرب السويل بالكامل وبعد كده ببدأ اعجن كويس قوي اخدمي العجينة كويس قوي مش اقل من 10 دقايق ولو عندك عجينة هتاخد 5 دقايق عجن لحد ما توصل للقوامل انت شايفها ده بعد كده عندي 50 جرام من الزبدة الزبدة طرية بدرجة حارة المطر يعني تقريبا مع علاقة كبيرة بعد ما تضيف الزبدة هتلاحظ ان العجينة بدأت تفرغل وتفتت تاني ما تقلقيش فضل عجينة لحد ما تلم معاك بغطيها بستريتش وبغطيها بفوطة وبسيبها لحد ما تختمر او يتضعف حجمها الجو حر جدا هتاخد منك نص ساعة او ساعة لربع وهتكون اختمرت ما تزوديش عن كده بعد كده هفضل التخمير في العجينة ولمها واخدها على رش الدقيق وببتدي ان انا قطعها الكيلو الدقيق انا قطعته تقريبا على 28 او 30 كرة وزن الكرة بيتروح من 50 ل 55 جرام يعني تقريبا قد البضاية كده ببتدي ان انا اقور الكرات بتاعتي كويس جدا وبقفلها العجينة دي ممتازة بجد يعني انت وانت بتشكليها هتحس بطروط العجينة وجمال العجينة معاك وانت شغاله بعد كده باخدها في طبق مرشوش رش الدقيق برسته الكرات بتاعتي وبغطيها بكيس بلاستيك وبغطيها بفوطة مش هسيبها هنا تختامر تاني هبدأ من اول كرة انا اشتغلت فيها على طول رش الدقيق وببتدي ان انا افرد كرات العجين بالحجم ده انا هعمل دلوقتي اول حاجة البتيه فانا بقسمه مجموعات اول مجموعة هعمل دلوقتي فيها اربع كرات يعني المجموعة الوحدة للبتيه بعمل فيها اربع كرات بفردهم بالصوم كده وبعد كده بجيب بقى الزبدة الزبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ عشان انت عرفت يفرديها وبرص الطبقات وما بين كل طبقة والتانية بدهن برضو الزبدة والزبدة زي ما قلتلك لازم تكون طرية بعد ما خلصت الاربع كرات اخر كرة طبعا ما بدهناش اي حاجة خالص المفروض ان هنا عشان يريحك في الفرد دخليها التلاجة عشر دقايق بس انا عموما هشتغل فيها على طول لان انا مفيش جنب دلوقتي تلاجة في المكان اللي بشتغل فيه بنا الشابة بفرد العجينة وبفضل اقلبها من النحياتي للنحياتي وزبط الاطراف بتاعتها لحد ما تكون بالسمك اللي انتو شايفينه ده يعني تقريبا سمك اه اتنين ميلي او تلاتة ميلي انا بحاول على قد ما قدر افردها على شكل مربع او مستطيع بشيل زيادات بسيطة علشان يكون الشكل مزبوط ومش بعمل اكتر من كده بعد كده بقى اطحها بقى لشريح طولية قد بعضها وبقسم كل شريحة اتنين انا هعمل دلوقتي ميني باتي باتي اللي هو الصغير اللي شوفته في اول فيديو بعد كده عندي جبنة البيضة اللي هي القديمة طبعا موجودة في السوبر ماركت ودي الجبنة اللي كنا عاملينها مع بعض اخر مرة ما ينفعش هستخدم اي نوع جبنة تانية غير الجبنة القديمة علشان ما يكونش فيها اي سويل السويل هببوز العجينة رصيت الباتي في صاج الفرن والصاج يكون مدهون زيت كويس جدا وشلته علجام هعمل بقى دلوقتي الكروسون بس هعمل خمس طبقات بدل ما اعمل اربع طبقات هعمل خمس طبقات برضو بنفس الطريقة وبدل ما بين كل طبقة والتانية زبدة وزي ما قلتلك رايحيها في تلاجة عشر دقيقة هتسهل الفرد معاك وبردو فردتها بسمك اثنين ملي بس بشكل مندور كده زي ما انتوا شايفين بابتدي بقى ان انا قطحها الاربع تربع وكل ربع بقسمه لتلاتة انا برضو دلوقتي هعمل مني كروسون الكروسون الصغير بقى العجينة شكلت باتية بس بحجمي كبير وكروسون بحجمي كبير شوية الفرق ما بين الحجم الصغير والكبير انك بتزويد طبقة وبدل ما تقسمي مثلا الكروسون الدايرة مثلا كده زي ما انا عملت على 12 قطعة بقسمها مثلا على 8 بيكون حجم الكروسون كبير شوية برضو باخد شوية جبنة وبحطوهم في الطرف وببتدي ان انا الفه والزق الاخر الحتة اللي في الطرف في الاخر في العجينة علشان ما تفكش في التخميل وانت بتشكلي مطي الشريحة بسيط كده علشان تبقى الكروسون ملفوف لفة كبيرة معاك ببقى شكله حلو بعد كده بس اخد بالك بالراحة وانت بتمطي عشان ما تتضعش منه هياخد السجاد دلوقتي هدخلها الفرن والفرن مطفي بحط في الفرن حلة او اي حاجة فيها ما يكون سخنة جدا بتغلي عشان يتم التخمير عن طريق البخار زي ما قلتلكم قبل كده انا بخمر المعجنات دايما عن طريق البخار بيحافظ على وش العجينة تفضل دايما وشها منادي ما تبقاش نشفة والتبخير بيتم عن طريق البخار بسيبها تختمر نص ساعة او ساعة لربع على حسب ما يتضاعف حجمها لو في الصيف الوقت بيكون اقل لكن لو في الشتاء والجو برد بتاخد اكتر من ساعة كمان بعد ما اختمرت وتضاعف حجمها بالشكل ده جبت صفار بطين حطيت عليه معلقة خل ومعلقة لبن وبتديت ان انا قدهن الوش بنراحق جدا وانت بتديني وش المعجنات علشان ما تخرجيش التخمير اللي انت دخلتي ممكن تحطي على وش البتي سمس محبة البرقة او بزور شيء او اي حاجة انت حباها وممكن تسيبيه سادة زي ما هو ولو مش حابة تعملي صفار بيت وتديني وشه ممكن تجيبي معلقتين او تلاتة لبن عليهم رشة نفك فيه ومعلقة سكر صغيرة وبردو دهيني بيها وش المعجنات هتطلع معاكي حلوة جدا بدخل الفطير بتاعتي او البتي والكراسون فرن متسخن على اعلى درجة حرارة والحرارة بيكون من تحت بس بدخلهم رفة اوسط بياخدوا عشر دقايق فقط عشان ما ينشفوش وبعد العشر دقايق بولع الشواية دقيتين تلاتة لحد ما ياخدوا لون يعني مدة تسوية كلها ما تزيدش عن اتناشر دقيق اول ما بطلعهم من الفرن على طول باخت الميا وبغطيهم بفوتة وبسيبهم دقيتين تلاتة بتلاقي الوش بتاعهم بقى طري جدا وده شكل المعجنات هشة جدا وطرية وطعمها في منتهى الجمال ما شاء الله الكروسو طري جدا والبتي ومورق وفي منتهى الجمال عاوز اقولك ان انا عام لهم والله النهاردة للغدا وفعلا كانوا اقتصاديين ووفروا معي وما خدوش مني وقت خالص جرابت اعملي وصفة النهاردة بطريقتي وربني يحسن ما بين ايديك